كباية من هيدا الرز تقريبا 160 جرام بقلبها 214 كالوريز 41 جرام كوربس 5 جرام بروتين و 2 جرام فات انا عدمت معها السمك كفيكن تشوفوا الوصفة عندها على الصفحة اول شي بدي اغسل كباية من الرز الحبة طوبيلة اول شي بدي اغسلها بالماء قزا مرة وصفية تقريبا 3 اربع مرات تشوف رونه الماء صار شفاف اخر شي بحط ماء بنقع عجنر من ربع ساعة على نص ساعة بقلب مقلة ما بتلزق بدي احط 8 جرام من الزبدة لحضف لها نص حبة باصلة تقريبا 60 جرام بس تاخد هيدا اللون تشقر لحضف لها 50 جرام من الدراء و 50 جرام من البازيلا بقلبهم شوية مع بعضهم برجع بضيف الرز اللي نقعته ربع ساعة او نص ساعة بصافية منيحة من الماء وبضيفه فوقهم برجع بقلب الرز شوية مع الخضرة من بعضها لحضيف الماء لكل كباية رز بدي كبايتان ماء الفرقان لحض كبايتان ماء برجع بضيف ملع أصغير من الملح رش من البهار الأسود ونص ملع أصغير من الكوري اذا هم بتحبوا هيدا النوع من البهارات فيكن ما تحطوه من حر يكون سوى لا يدوب البهار عنا بنرجع فينا ندوق نشوف اذا بدون ملح بس بالعادة لكل كباية رز بدنا ملع أصغير من الملح بس يبلشوا يغلوا عنا من خفف النار عالأخير بنغطع ليون لربع ساعة ما منفتح ابدا من بعد ربع ساعة منطفع ليون كمينة ما منفتحهم بنرجع بنحطهم عجناب بنخليهم ساكرين لربع ساعة تانيين شوفوا للرش شكله شو بشا هيك الحبة بحبته أنا قدمت معه السمك فيه وتقدمه مع الجيش اللي بدكني إذا حبي نشوف وصفة السمك فوتوا لعندي عالصفحة مشوفكم بغير وصفات شكرا للمشاهدة شكرا